اهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الابتوميزيشن وهنتكلم النهاردة على ايه الفرق بين الوكال والجلوبال الابتوميزيشن ويهه عامل الابتوميزيشن وهنتكلم على الاسباوريشن بتاع الابسي او الارتفاشيال بي كولون وهني دي انترودكشن كده عن الابتومي ويهه الاجروس بتاع الابسي وازاي الابسي بيشتغل ويهه عامل عشان نفهم الستيبس بتاعتوش عال ازاي وايه الابليكيشنز اللي شغال بيها الابي سي الحقيقة فيه عندنا مصطلح اسمه الوكال اوبتوميزيشن والجلوبال اوبتوميزيشن الفونكشن اللي قدامنا ده يا جماعة او الرسمة دي بنسميها مالتي مودل فونكشن مالتي مودل معناها فونكشن فيها اكتر من مينيمم لو انا شغال او اكتر من ماكسيمم لو انا شغال ماكسيميزيشن لو انا بصينا فيه عندي ادي لوكال اه مينيمم وادي جلوبال اه مينيمم زي في الرسمة اه واضحة اه انا عندي اه هنا الالجوريس هو او اه فهي قدر يجيب الجلوبال مينيمم لانه بي عندي اه مجموعة من الاجنس او مجموعة من البيز هنا في الابسي اقدر اراندملي انشيلايز البوزيشن بتاع كل واحد من الاجنس دي وابدأ اشتغل ويه الديتا دي بيحصل لها شيرينج او السلوشنز دي بيحصل لها شيرينج ومختار الباست سلوشن اه ولكن في الاجوريس السلوشنز اللي هي الاجوريس بتاع الجريديانت السينت اه االجوريس اللي بيشتغل مع النيورال نيتورك في الترينينج بتاع البيج برو بجشن ترينينج االجوريس اه قلنا هو ما بيضمنش ليه اه 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 اوبتموم اللي هو كانت global minimum او maximum وقلنا لسبب بسيط جدا لانه هو بيشتغل بالslope of tangent بيبدأ يعمل الpartial derivative الposition بيبقى random وبعد كده بيبدأ يعمل الpartial derivative ويجيب الslope of tangent لحد ما يوصل الslope of tangent 0 او معنى ان الررر وصل لزيرو ففي الحالة دي هيستاك الlocal minimum ومش هيقدر يتحرك على minimum اخرى او ماقدرش يروح للجلوبال minimum لان بكل بساطة هو الميكانيزم بيشتغل بالslope of tangent هو اول ما يوصل لزيرو خلاص فما فيش عندي احسن من كده ولكن هنا اللي هو اقدر اوصل للجلوبال اوبتمام كانت minimum او ماكسمام بكل سهولة لان هنا انا بشتغل بيبليشن بيزد او بشتغل كسوارم ونقدر يبقى في ميميري ونشير الريزلس دي مع بعض بحيث نوصل للأوبتمال سولوشن فاللوكال ماكسمام هو الهيست بوينت في سبسيت من الديتا مش في الديتا كلها والجلوبال ماكسمام هو the other hand is the highest بوينت انتاير ديتا سيت او اللي هو احسن حل ممكن عندي في في مجموعة الحل كلها او في الرينج اللي انا بيسيرش في لو جينا بصينا على ال function دي هنلاقي ال function دي فيها اكتر من local minimum وفيها global minimum طبعا واحدة لان هي بتبقى اللي اللي قال القيمة او الاحسن القيمة فنلاقي لو انا بشتغل بال algorithm local زي زي ما قول ال gradient sent فالalgorithm ده هيبدأ start position random ويبدأ يشتغل بالpartial derivative الحد مايوصل اللي ميجيب minimum من المنمم او المنمم اللي عندي موجودة بس مايضمنش نوع يجيب لل global minimum طيب ممكن حد يسأل سؤال هل ممكن يجيب global minimum ايوة ممكن يجيب global minimum ولكن لا يضمن مفيش guarantee ان هو يجيب global minimum كل مرة لانه بساطة ال start بتاعي فهو ممكن يجيب مرة local minimum دي يجيب local minimum اللي بعديها وممكن يجيب ال global minimum بس زي ما قلنا ما بيضمنش انه يجيب ها كل مرة بساطة ال أفضل الأماكن وإزاي بيعرف إن المكان ده إنه خلاص الرحوق فيه أو الفود اللي فيه خلص فإزاي بيسيبه بروحوش تاني وبيروح لمكان آخر هنعرف الكلام ده بالتفصيل فيه الألغرسم الارتفيشال بي كولوني ونيبرهود ستراتيجي ألغرسم امبلاويد ان اردر توفاين البتر سولوشن اروند زبريفوس وان يعني بيقارن كل حل الحل اللي قابله وبيبدأ يشوف بيختار الأفضل اللي هو الجريدي سولوكشن أو بيختار الحل الأعلى دايما أو الأحسن الحقيقة ان الارتفيشال بي كولوني بابلشت باي كارابوغا في 2005 وخمسة كام بيحل بي مجموعة من النومريكال فونكشن إن كانت ماكسمايزيشن أو مينيمايزيشن وقلنا الأي بي سي هو انسباير بين البيهيفيور بتاع الهاني بيز أو النحل والحقيقة ان الارتفيشال بي كولوني يطبق في حل مجموعة من المشاكل في الريال لايف بروبليمز والحقيقة الريزلز بتاعته كانت ممتازة جدا جدا طيب ايه الادفانتجز بتاعت الأي بي سي أول حاجة السيمبليسيتي هو الري سيمبل وفليكسابول ممكن أعمل برامتر تونينج أغير فيها بكل بساطة علشان أبدأ أحسن في السيرش والروبوست يعني حل دايما بيجيبلي الاوبتومال سولوشن أو بيجيبلي الجلوبال اوبتومال إن كانت البروبلم بتاعتي ماكسيميزيشن أو مينيمايزيشن الحقيقة واحدة من أفضل المميزات بتاعت الألغوريز اللي هو الكنترول برامتر بتوع قليلين جدا فأنا أقدر أتحكم في 2 أو 3 برامترز مش عندي 20 برامتر ولا 50 برامتر فالقصة بتاعت البرامتر تونينج بتبقى سهلة لأن البرامترز بتاعتي مش كتير أقدر أعمل هيبتوميزيشن مع الابتوميزيشن الغريس مثل الأخرى زي جيناتك الغريس وال بكل سهولة علشان أبدأ أجيب سوليوشن أحسن وأحسن أقدر شغل بكل سهولة مع استوكاستيك ناتشر أو لو في عندي حاجة فيها راندميز و بتاع الألغوريسم عندي الحقيقة أنه سهل للغاية زي ما قولنا الأي بي سي أقدمه في 2005 كان بدأ يجرب على أو مجموعة من الماثماتيك التي هي زي ما قولنا أو و قولنا أجرب على كانت يوني مودل اللي هي فيها مينمم واحدة أو مكسيمم واحدة ودي فونكشنز بسيطة ويجرب أيضا على المالتي مودل فونكشنز الفونكشنز اللي فيها أكتر من مينمم أو أكتر من مكسيمم الحقيقة أنه عندي الأي بي سي هو من الهاني بيز فعند فيه الناح اللي هيتقسم لمجموعات زي ما هنشوف بعد شوية فيه و و كل واحدة من دول أو كل مجموعة من دول بيبقالها دور مهم جدا في السرش السرش اللي قلنا عليهم الامبلويد والانلوكر والسكاوت والحقيقة أن الامبلويد بيز هي بنقسم الكارولي أو البيبيليشن عندي أو السوار مصايز النصين النص الأول بيبقى الامبلويد والنص التاني بيبقى الانلوكر وممكن نخلي واحدة سكاوت بي أو اتنين مثلا علشان حاجة اسمها الاكسبلوريشن تحصل خلاص احنا قلنا دي الجروبس بتاعتي أو المجموعة بتاعت النحل اللي تشتغل في الألغروس الحقيقة أن أنا بيبقى عندي أو سوار نمبر اللي هو النمبر بيبقى عندي عدد N أول حاجة بيبقى عندي البوزيشن بتاعت البي بتبقى راندملي انشالايز فيه رينج معين بيبقى فيه lower bound و upper bound اللي هي مجموعة حل بتاعتي أو رينج بتاعي اللي بسرش فيه زي ما نشوف في اجزامبل بعد شوية عندي كل سولوشن اكس اي بيبقى عندي طبعا السولوشن دي بتبقى عددها بعدد الصيز بتاع البيبليشن أو الاسوارم الصيز اللي عندي البروبلم عندي بتبقى دي دايمينشن الفيكتور دي دايمينشن زي دايمينشن اللي عندي وهنا عشان ما نطلق بطش يعني ايه دايمينشن هي الدايمينشن بكل سهولة انت شوف عندك ايه الاكسات اللي عندك او الايمبوتس اللي عندك يعني لو قلتلك الاففو اكس بتساوي اكس وان بلس اكس تو بلس اكس سري بلس اكس يبقى انا كنا عندي ايه دايمينشن اكس وان بلس اكس تو يبقى عندي تو دايمينشن او نقدر نقول عليه هم ما الفيتشورز بتوعي في البروبلم لو انا بشتغل اه كلاسيفيكيشن او ريجريشن الحقيقة بعد ما اعمل انشاليزيشن بتاعتي البوزيشن يمثلوا كل بوزيشن يمثل سوليوشن اه وببدأ اشتغل على مجموعة من الاتريشن اول ايبوكس ببدأ كاني بعمل لوب كده وبقى اتريت كده الاتريشن الاولنية التانية لحد ما وصل لن من الاتريشن وكنا انا بحددهم في الاول بشتغل اقول اشتغل والله الف اتريشن او الف وهكذا المجموعة ولا زي ما قلنا او نص السوار مثال او احنا قلنا او او الانيشي اللي ده ببراندب الانيشيلايز وبعد كده بستخدم الامبلويد بي علشان احسب السوليوشن الجديد او احسن او اموديفاي السوليوشن اللي عندي بمعادلة بسيطة نشوفها بعد شوية وبابدأ وبعد كده او اقارن بين الحل الاولاني والتاني وبختار قلنا جريدي سيليكشن او سيليكشن بجريدي يعني بختار الحل الفيتنس بتاعه اعلى او القيمة بتاعته اعلى هنا في الهاني بي عندي بيعتمد على ايه على اللي هو كمية الرحيق في المكان فهنا هيبدأ عندي الفيتنس فونكشن او القيمة او بتاعت الفونكشن اللي عندي لو انا مكسمايزيشن بقى قيمة الفونكشن عندي لو مكسمايزيشن فببدأ بقول واحد على واحد زائد الفونكشن وهنقول لي واحد على واحد زائد هنشرحها بتفصيل بعد شوية طيب نرجع تاني خلاصي بقولنا عندي ببدأ اطبق المعادلة بتاعة الامبليويد بي وابدأ اطلع عندي سولوشن اقرر السولوشن الجديد بالأديم واختار دايما البست في عندي الانلوكر بي النوكر بي نحل المشاهد الحقيقة لو عندي الامبليويد بي بيشتغل ويبدأ يطلع سولوشنز يجي الملوكر بي ييفالويت بقى السولوشنز اللي جاتلي من الامبليويد بيز لو كان هنا بيبدأ ييفالويت النكتر المعونت من الامبليويد بيز احنا هنا بيبدأ ييفالويت السولوشن بيزد على الفيتنس فونكشن اللي عندي ويبدأ الحقيقة بيختار الفوت سورس او السولوشن هنا الفوت سورس يمثل هنا السولوشن او الحل يعني البرابيليويد ريلايت تو او الامبليويد او اللو البرابيليويد عاليا او 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 بيز موديفكيشن على البوزيشن بيزد على الامبليويد او الفيتنس فونكشن اللي عندي يبقى قولنا نكتر is higher than البريفيس وان وزا بيميمرائز نيو بوزيشن واي فورجيت الولد وان قولنا هو بيختار اللي الفيتنس بتاعه اعلى بيبدأ اختاره على طول الحقيقة هو اللوكر بي بيتشوز الفوت سورس او السليوشن البنت على البرابيليويد طب هو بمعادلة بسيطة جدا جدا بيقول هي الفيتنس على الفيتنس والحقيقة انا بكون من البرابيليويد دي بكون من حاجة اسمها الروليت او العجلة الدورة وابدأ بعمل حاجة كده العجلة الدورة دي حاجة جماعة شبه البيت شارت اللي المدورة دي وببدأ ادي في الرسمة الجزء الكبيرة للبرابيليويد الكبيرة او هكذا فلو انا بعمل الروليت ويل او بلف العجلة الدورة دي فاحتمالية اختيار السلايس السلايس بتاعه اكبر بيبقى احتماليته اكبر وده الفكرة بتاعة الروليت ويل يبقى الارتفيشيال unlocker بي بي تشوز افوت سورس دي بين جون سا البرابيليويد اشيت الفوت سورس بانه بيشوف الفتنس بتاعة السلوشن دا السلوشن اي بتاعي على السمشن بتاع الفتنس بتاع البابيليويد اللي عندي من ان بتساوي واحد لحد الاسور نفسه النمبر الفوت سورس اللي عندي اللي هي هنا بتساوي النمبر فونجلويد بي طيب الالغوريسم ببساطة بيشتغل ازاي هو الالغوريسم بيقولنا بنجنرات الفوت سورس بوزيشن او الانيش سولوشن وقلنا بدي بتبقى رانتبلي انيش الايز بعد كده بكالكليت الفيتنس فاليو بتاعت كل بوزيشن بعد كده بموديفاي النيبر بوزيشن او السولوشن بيزد على السليكشن بتاعي او بعد كده بكالكليت بحسب الفيتنس بتاعت الابديت بوزيشن وابدأ بيكمبير النيو سولوشن بالالد سولوشن وبعد كده باختار السولوشن الاحسن او بتاعته افضل بعد كده بابديت الابديت الابديت سولوشن لو انا وصلت الستوپنج كريتيريا ببدأ اجزت خلاص انا كده وصلت لو لأ برجع بخش في الاتريشن التانية والتالتة الحد ما وصل تاعتي تخلص طيب الحقيقة عندي في عندي اكتر من كريتيريا اللي هو اول حاجة اه لو عديت عمل اه 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 خلص حاجة شبيهة بها لو انا عملت زي تايمر كده اه وده قريب من الاتريشنز الحاجة التالتة ممكن يخش في او ان ال اكيريسي بتحسنش لفترات طويلة اه فابدأ اعمل stopping criteria اه ايضا ده عندي الالغراسم برضو بكل بساطة هنا بجينريت الانيش البيباليشن وقلنا هي الانيش الانيش الايزيشن في الرينج اللي انا محدده بتاع السلوشنز او بين الور باوند وال او الرينج بتاعي يعني بتاع الرينج بتاع الرينج الانيش الايز دي وبعد كده بكيب البيست السلوشن في البيباليشن وابدأ اممرايز البيست السلوشن اه وببدأ اخش على السايكل بتاعتي بقى بجينريت النيو سلوشن اه من الالد بمعادلة بسيطة جدا جدا بقول ان النيو سلوشن بيساوي الو البي بيساوي الالد سلوشن بلاس فاي وده دي كونستنت اه بنستخدمها كده ليرنين كونستنت اه في ال اي جي نعس ال اكس كي جي ودول الحقيقة هاتوا سلوشن سلوشن راندم لي سلوشن وبعد كده بأ افلويت الفيتنس فونكشن بتاعت ال كل نيو سلوشن في ويبدأ اختار ال بيست سلوشن او الكندت الافضل والحقيقة الطريقة دي بنسميها ال او الاختيار الطمع اللي دايما بيختار الحل الافضل بعد كده بنخش نحسب ال بتاعة كل سلوشن عن طريق انه بأسم الفيتنس بتاعته على الفيتنس بتاع اللي عندي وبعد كده بكون منها اللي هيبدأ على اساسها تخش تختار وبجنيري نيو سلوشن من السلوشن دي بنجي على ال ال تبدأ بتاعة كل نيو سلوشن وبعد كده بكيب ال بيست سلوشن بين الكارن وال كانت سلوشن وايضا ال انلوك ايضا بتختار السلوشن صاحب الفيتنس الاعلى بعد كده لو انا عندي في سورس ما بتحسنش او عندي كل شوية بلاقي في سورس معين او المنطقة اللي انا فيها دي ما فيش تحسن اوه يبقى يبقى لازم هنا جماعة ان يكون فاهمين مصطلحين كويس جدا في عندي حاجة اسمها الاكسبلويتاشن والاكسبلوريشن الاكسبلويتاشن اننا ادور في منطقة لوكالي لو منطقة صغيرة ادنيني ادور لحد ما وصل لحل كويس وعمل ادور مفيش حل احسن من الحل اللي عندي ده فده معناها ان المنطقة دي اقدر اعمل عليها كروس كده او الحل ده اقدر اعمله اباندون او نهجوره يعني او خلاص الحل ده نعمل عليه اكس كده يخش دور بقى السكاوت بي انه ده اعمل لي اكسبلوريشن انه هو يبدأ يقول لي الحل المكان ده خلاص ما عادش فيه زي في النحل كان بيحصل اللي هو النيكترز او الرحيق خلص من زهر او من مكان معين فيبدأ اللي يتعمل عليه كروس وبعد كده يتعمل اكسبلوريشن انه ما يدوروا على الرحيق او الغذاء بتاعهم في مكان اخر هنا نفس الطريقة بالضبط انا بسرش فيه منطقة لوكالي والمنطقة دي ما فيش تحسن في الحل فيبدأ يخش السكاوت بي بعد عدد معينة يبدأ يشتغل ويبدأ يجنريت والحقيقة بكيب الباست سلوشن فاون سوفار ببدأ اي 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 لحد ما وصل ل الماكسوم سايكل نمر بسرعة تاني كده الالغوريزم احنا بنعمل نشيليزيشن لل اي بي سي قلنا بنسم خمسين في المية امبلاويت وخمسين في المية نلكر وعندي مثلا ممكن بي او من واحد لحد نقول خمسة في المية من البيز اللي عندي نقدر نعملهم سكاوت ممكن واحدة لو انا عندي خمسين نعمل خمسة سكاوت بيز ما فيش مشكلة بعد كده بعد ما عملت البيز وقلنا عدد وعدد ابدأ اشتغل ابدأ ابدأ احساب الفيتنس فونكشن وابضيت لعد ما وصل ليه البيز سلوشن يغش الانلوكر بي فيز فيز اللي البي الدي تبدأ تسلكت الامبلويت بي يوزنج روليت ويل انت حضرتك في الخطوة لنهاية الخطوة بتاعة الامبلويت انت حسابة وبنيت الروليت ويل اللي عليها هيبدأ الانلوكر بيها هيختار السلوشن اللي البي بتاعته اعلى لو الفيتنس بتاع نيو كانت السلوشن افضل من الاجزيستنج السلوشن بريبليس الالدر السلوشن السكاوت بي فيز هي الحقيقة هنا احنا قلنا الدور العظيم بتاع السكاوت هو الاكسيب لوريشن انه هو بقى ما تقعش في لوكال مينموم لأ حضرتك لو انت وقعت في لوكال مينموم والحل المتحسنش لأ مش هيحصل الاكسيب لوريشن الوقت تدور على حلول جديدة في مناطق جديدة لحد ما وصل الاكسيب لوريشن اللي هو المكسيب لوريشن مثلا وصلت له الحقيقة محتاجين اكزامبل علشان نوضح الفكرة بتاعة الالغوريس تعالوا والله كده نشرح المثال البسيط ده هنقول والليمت بتاع السكاوت اقدر استخدم معادلة بسيطة اعمل بها المت او اللي هو ال في ال دايمينشن اوفر اتو هنا الديمينشن بيساوي كام ايوه روفو عليك فقد فعلا الديمينشن عندي هنا اتنين لان عندي اتو فيتشار او اتنين امبوت اكس واحد او اكس اتنين فبالتالي هتبقى ستة في اتنين على اتنين يبقى اتناشر على اتنين تطلع ستة دايمينشن قلنا اتنين اه بالميشن بيبقى سري فود سورس وليه سري لان احنا قلنا بيبقى عدد هي بتساوي عدد اللي هما بيبقى نص اللي عندي ودي بيبقى الفيز الاولانية او على اتنين اه طيب انا عايز اجنريت اه تلات حلول بقى او سري فود سورس او سري سولوشنز في الرنج من نيجاتف فايف لبوزتف فايف اللي حقيقة هن اه نستخدم ال يونيفورم ديستريبيوشن اه راندم نمبر او هن 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 نختار ارقام عشوائية في الرنج من نيجاتف فايف لبوزتف اه اه بجنريت اتنين في تلاتة متريكس او في المفورم اللي ديستريبيوشن براندم نمبر بتوين زير واحد اه اه اربيتس او راند فايف والحقيقة واحد يقولي ليه اتنين في تلاتة متريكس ليه متريكس اتنين في تلاتة اقول لحضرتك لانه كل سولوشن انا عندي سري سولوشنز وكل سولوشن وارعا فيكتور والفيكتور ده في الاولاني اللي هو يمثل الحل الاولاني الفكتور التاني مثل الحل التاني الفكتور التالت مثل الحل التالت والفيكتور الواحد في 2 elements يمثله اكس واحد وي اتنين ده اكزامبي ده هو جماعة على عندي الحل الاولاني اللي هو 1 1 0.4 1 1 2 0.56 ده الحال الاولان والحال التاني. يبقى دول التلات حلول اهم اللي عندي. بعد كده ببدأ احسب الفيتنس دي حسبتها ازاي? القيم دي بحسبها ازاي? فكر كده. ايوة. برافو عليكم يا شباب. صح? واحد يقول لي انا حسبتها ازاي? حسبتها ان انا عوضت في المعادلة الرئيسية دي. اه بالقيم اللي قدامي دي خدت القيمتين الاولين واحد واحد واربعة واحد واربعة وسلب اتنين وخمسة. وعوضت من في المعادلة? فطلعت لي القيمة الفيتنس اه او القيمة بتاعة الفونكشن والتانية والتالتة وهكذا. اه طيب هي دي اف اف اكس خلاص? طيب قيمة بقى الفيتنس اه بحسبها ازاي? طيب اه هي البروبلم اه بتاعتي اه هنا اه لو احنا اه بصينا هنا دي ماكسمايزيشن ولا مينيمايزيشن هي اه مينيمايزيشن تمام? مش ماكسمايزيشن هنا مينيمايزيشن. طيب مينيمايزيشن يا انت عايز تاخد القيمة الاقل مش الاعلى. فهنا اه الفيتنس فونكشن لو انا بشتغل بس عشان بنضابل كودز كده معلوماتي بقى عند حضرك لو قلت لك هيبقى القيم بتاعة الاف اف اكس هي دي قيم الفيتنس. تاني لو انا بشتغل هيبقى قيم الاف اف اكس هي قيم الفيتنس. طيب. لو انا بشتغل اه مينيمايزيشن هيبقى واحد على واحد. يعني عندي عشرة وستة وخمسة. لو ماكسمايزيشن هيبقى لعشرة. صح? طيب. اه لو مينيمايزيشن هيبقى واحد المعلوم بقى واحد على اه القيمة دي. طيب واحد يقوللي اه اه ليه انت اضفت هنا او في المعادلة دي يضاف لي واحد على واحد زائد. حاولي حرك اه 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 فيها كده. في كيس ممكن تعملي مشكلة. ايوا برافو عليكو يا شباب. كيس زيرو. لو قيمة الف اكس ترات بزيرو. لو اكس واحد اكس تنين بصفار. اه هتبقى واحد على زيرو باندفايند. او انفينيتي. اه فعلشان اتفادى الاندفايند. اه فاولت واحد على واحد زائد. اوكي. دي في حالة لو الاف اف اف اي جريتر زان او او ايقوال زيرو. اه وان بلس الابسوليد فاليو. اللي انا هشيل النيجاتف. اه اف اف اي لو الاف اف اي لزان اه زيرو. هنبدأ اه نطلع القيم التحديد ازاي. الحقيقة هنبقى الواحد على واحد زائد اه تمانية اه بوينت خمسة ستة سبعة تمانية. اه تطلع القيمة الاولانية. القيمة التانية نفس القصة والتالتة نفس القصة. يبقى انا حسبت الفيتنس. اللي عندي. طيب انا اختار ايه? احنا اقولنا جريدي. خلاص. جريدي يعني ايه? انا اخد القيمة الايه? الاكبر. الفيتنس الاعلى. الفيتنس الاعلى. تمام? جميل. يبقى انا اخترت اعلى اه فيتنس عندي هنا. اللي هو بيمثل اه فود اه فود اه سورس او اه احسن اه حل. جميل. هنبدأ اه ناخد الكلام ده ونخش على السيكل اه اه نمبر ون. هنشتغل على اه احنا اقولنا بنشتغل اول امبلاويد بيز. هناخد الامبلاويد بي الاولانية. هنحسب الكنديدت سلوشن او ال vij اكوال اكس اي جي اه بلوس فاي اكس اي جي اه ماينس اكس كي جي اه بالمعادلة دي. والحقيقة ان الكي ده random selected index. والجي اه هو random selected index ايضا. والفاي هو ده constant. ده randomly produced في ال range من negative 1 ليه هو. والحقيقة انا بعمله randomly initialized. علشان ما يبقاش يبدأ الاكسيبلوريشن عندي. يبقى اشغال او قدر اعمل اه اه سويتش بين الاكسيبلوريشن وي الاكسيبلوريشن. اللي هو ال local search وي ال global search. اه وابدأ اه ابدأ ايطلع عند ال candida solution الجديد. ابدأ احسب له الفيتنس فونكشن بتاعته. ابدأ اقارنها اه بالفيتنس اه السابقة. وابدأ اختار ال candida او solution الفيتنس بتاعته اعلى. اخش على ال b التانية. اه واحسب بنفس الطريقة. اه وبعد كده اخش على ال b اه اه التالتة. اه بعد كده خلاص هيبقى عندي اه solution اه عندي موجودة. الجديدة بقى. ابدأ ااخد كل solution من دول اطبقه على المعادلة رئيسية بتاعتي. وبعد كده بعد ما اطبقه على المعادلة احسب له الفيتنس. اللي هو واحد على واحد زائد القيمة الفونكشن اللي طلعت دي. اطلع عندي الفيتنس اه فيكتور. اه بعد كده اه بجهز بقى اه للروليتويل ان انا بحسب ال probability اه بتاعت كل اه candidate solution او solution عندي. عن طريق ان انا بحسب الفيتنس بتاعته على some mission الفيتنس اللي موجودة. فاقدر احسب ال probability. وهنلاحظ اه ملاحظة بسيطة جدا جدا ان اه ال solution الفيتنس بتاعته عالية. هنلاقي ال probability بتاعته عالية. لما اجي اعمل اه روليتويل او حاجة زي ليه الباي تشارت كده. اه فابدأ الاقي السلايس كبيرة بتاعت ال solution اللي الفيتنس بتاعته عالية. بمعنى ان احتمالية اختياره بتبقى اه اعلى. يبقى على اساس ال probability والروليتويل اللي قلنا عليها. اه selection اللي ال انلوكر بي بتاعته الحل. فيبدأ ال انلوكر بي بي ردوس نيو اه solutions. اه for انلوكر اه بيز. اه من ال solutions اه اللي عندي. وبيختار اه depend depending on ال ال روليتويل او ال 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 اللي انا اعملتها من شوية. اه اول انلوكر بي يعندي هيبدأ برضو اختار اه ال ال ا ا والجي وال كي. وЯ عندي ا اه اه ا começ ابدا اه اوبدا اكون بير. احنا евرنا برضو هنا نفس القصة بنشتغل يعني ببدأ اه اختار الحل الافضل. اه هنا الحقيقة المراذي اه لو تلاحظ ان طلع الفيتنس 0.16 والفيتنس اللي كان قبل كده 0.4 فده معناه ان الحل الجديد مش كويس او الحل القديم هو افضل علشان كده هنا couldn't be improved solution couldn't be improved يعني new solution يبقى هو ال old solution هبدأ اشتغل على الانلوكر بيه التانية وهبدأ select برضه وعلى الانلوكر بي التالتة هنقولنا برضه عندي 3 انلوكر بيه الحقيقة هو best solution عندي وبعد كده scout p phase الحقيقة ان ما فيش هنا عندي scout لسبب بسيط جدا جدا لان انت عندك ال example بسيط فما الحقتش اوصل ان انا ال search عندي اذا انا في حتة معينة الحل ما بتحسنش iterations كتير فبالتالي ما فيش عندي هنا solution اباندونت يبقى عندي هنا ال scout ما لهاش دور قوي ولكن دور ال scout مع real life problems اللي يبقى فيها solutions كتير جدا او انا اقدر range عندي كبير وابدأ عدد ال piece عندي تبقى كبيرة مثلا اه كي بقى كده جماعة احنا شرحنا ال example بتاعنا بكل بساطة طيب ال artificial p colony اقدر اطبعها لأي ودي ال assignment او task يا جماعة اللي هترفعه ان شاء الله على الموقع بتاع scology traveling salesman problem والproblem الشهيرة اللي هي NP complete problem فبنبدأ نحلها بال stochastic دي ما نقدرش نجيب طبعا exact solution هجمعا انها عدد الاحتمالات كبيرة جدا 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 عشان تجيب ال exact solution فانت محتاج وقت كبير جدا 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 processing كبيرة جدا جدا فبنلجأ لي الحلول stochastic او الحلول approximated او الحلول التقريبية والحقيقة ان artificial p colony بيجيب نتائج افضل من genetic algorithm في الحتة دي ايضا graph coloring مضمن problems اللي شهيرة جدا جدا في اللي بيحلها ال abc وبيجيب نتائج مهيلة جدا ال bioinformatics application والشغلة بتاعدين sequencing problem وده دي حتة ممتازة جدا جدا في bioinformatics artificial p colony ايضا جافيها نتائج ممتازة في ال image processing وال pattern recognition ايضا ال abc او artificial p colony حقق النتائج ممتازة جدا 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 ارجو ان كل جروب يبدأ يختار applications دي ويبدأ يطبق تسك عليه ويبدأ يطلق ال results والنتائج يبعتها لي على ال scology انا بشكركم جماعة شكرا لحضرتكم ممتازة ممتازة ممتازة